ملف المعابر الإنسانية أحد أبرز الملفات التي ستتم مناقشتها ضمن مباحثات أستانا 16 التي تنطلق الأربعاء في العاصمة الكازاخية نور سلطان وتستمر ليومين ويشارك في الاجتماع بحسب وزارة خارجية كازاخستان ممثلوء الدول الضامنة وهي تركيا وروسيا وإيران ووفدان نظام السوري والمعارضة إضافة إلى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون ووفود الدول المشاركة بصفة مراقب وهي البنان والعراق والأردن وممثلون منظمات الدولية الخارجية الكازاخستانية أكدت أن المباحثات ستناقش الوضع في سوريا والمساعدات الإنسانية وفاق استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيب وإجراءات بناء الثقة بما في ذلك التبادل الأسرى والإفراج عن الرهاء وتأتي هذه المباحثات متزامنة مع مباحثات متوقعة في مجلس الأمن الدولي بعد أيام بهدف تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى الداخل السوري عبر بعبر باب الهوى الحدودي مع تركيا كما تتزامن الجولة الجديدة من المباحثات مع تصعيد ملموس من جانب النظام السوري وروسيا في مناطق شمال غربي سوريا الخاضعة نظرياً لاتفاق وقف إطلاق النار بين روسيا وتركيا منذ آذار من العام الماضي وعقدت الجولة السابقة من مفاوضات أستانا في السابع عشر من شهر شباط الماضي في مدينة سوتي الروسية من دون إحراز أي تقدم يذكر وكرر البيان الختامي لتلك الجولة ما ورد في جولات سابقة بشأن ضمان استمرار عمل اللجنة الدستورية ورفض الأجندات الانفصالية التي تستهدف أراضي سوريا ووحدتها السياسية وتشكل تهديداً للأمن القومي لدول الجوى